مشاهدين نبدأ النقاش في هذا الملف. وأرحب معنا من بغداد بذول فقار الشريفي الصحفي والناشط السياسي. وأرحب أيضا معنا من لندن بدكتور فارس خطاب المحلل السياسي. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك ذول فقار. يعني قبل عام اندلعت وخرجت هذه الاحتجاجات التي أربكت الكتل السياسية. وكان من نتائجها الإيجابية هو الموافقة على تشكيل حكومة جديدة برئاسة الكاظمي. بعد مرور عام. لماذا تعود هذه الاحتجاجات إلى الشارع من جديد؟ وما هي أبرز مطالبها؟ أهلا وسلم بك يا بداية ولضيفي الكريم. وأي نظر مشاهديكم الكرام. يعني عادت التظاهرات لأن هناك تسويف وهناك مناورات من الكتل السياسية والأحزاب الحاكمة. المتسلطة على دفة الحكومة. والتي ربما هي متسلطة أكثر من الحكومة وأكثر من السلطات الثلاثة بالعراق. الأحزاب التي تسيطر على النظام السياسي في العراق. هي متنفذة لا نبالغ إذن نقول. هي متنفذة أكثر من السلطات التنفيذية. وحتى مسيطرة تماما على البرلمان. وهو العراقي بنظامه نظام برلماني تشريعي. وهي مسيطرة. بالتالي هناك مناورات. التظاهرات انطلقت لعدة أهداف منذ عام. كل هذه الهداف التي تحققت. النتائج التي تحققت. مثل ما تحدثت. هي أربكت السلطات الحاكمة بالفعل. وكانت علامة فارقة في الحركات الاحتجاجية بالعراق. على اعتبار أن الحركات الاحتجاجية في العراق. منذ مطلع عقد. وأكثر من ما يقارب العقدين من عام 2003. كانت الاحتجاجات تقتصر على أما أن تكون احتجاجات مكوناتية تنطق باسم مكون أو طائفة دينية. أو باسم مكون سياسي. لم تكن تضغى عليها الصفة الشعبية. حتى في تظاهرات 2015 يتذكرها العراقي. وكانت هناك فورة شعبية. لكن هذه التظاهرة أتت من شباب متطلعين. عبروا جغرافية الأديان والمذاهب والمكونات. نادوا بأصوات وطنية. ليكون هناك دولة تنتشلهم من الواقع الذي لم يطالبوا بأي أهداف شخصية. كانت الأهداف هي لمصلحة عامة. أما الانطلاق الحالي وتجدد التظاهرات. مثل ما تفظلت أن المناورات التي بدأت بها الكتن السياسي. على سبيل المثال اليوم قانون الانتخابات. هو الفيصل بالأهداف الموضوعة والشروط الموضوعة لدى المتظاهرين والمحتجين عن الحكومة. وأيضا محاسبة قتلة المتظاهرين. هذا الملف لا يمكن التنازل عنه من قبل الشباب العراقي. لأنه الثمن باهظ. كان باهظ جدا. 700 شهيد وأيضا أكثر من 25 ألف جريح ما بين مقعد وجريح آخر. هذه التضحيات الجسام الباهظة لم يحقق ما يتناغم بها من الأهداف. قانون الانتخابات. إلى الآن برلمان يناور مع الشارع. ويريد أن يكون هناك قانون الانتخابات ينسجم مع التطلعات الأحزاب ومع مصالحهم. عكس ما يطالب به الشارع. وقانون المحكمة التحادية أيضا. التي هي من شأنها أن تصادق على الانتخابات. ولا وجود شرعية الانتخابات بدونها أيضا. ما تزال ملفها داخل أروقة البرلمان معطلة. كثير من الأهداف التي تظاهر بها الشباب العراقي بتشرين العام الماضي. لم يحقق سوى منها شيء بسيط. وأذن ما قررت بالتضعيات. فإنها ليست بنتائج أهمية كبيرة. أجد الترحيب معنا بدكتور فارس خطاب المحلل السياسي من لندن. دكتور فارس بعد مرور عام على هذه الاحتجاجات. كيف تقيم ما تحقق من مطالب المحتجين. حتى هذه اللحظة. وقيمة التغيير الذي حصل خلال هذا العام. نعم طبعا تحية لك. وللأخر عزيز ذو الفقار من بغداد. بغداد الثورة. بغداد الانتفاضة. بغداد التضحيات. ما يمكن أن نسمي هذه الحكومة. حكومة السيد الكاظمي هي حكومة تسويف. كما تفضل الأخ ذو الفقار ووصفها. نعم كل ما قال السيد الكاظمي منذ توليه هذه المهمة. وحتى هذا اليوم. هو سوف نشكل مجلس تحقيقي. سوف نرفع التوصيات. سوف نعمل. وسوف نعمل. ولم يتحقق شيئا حقيقة حتى هذه اللحظة. كل الذي تحقق هو تغييرات في القيادات الأمنية. التي ربما تؤثر على سلامته الأمنية. وسلامة ربما مقاراته. وهي قوة مكافحة الإرهاب. والفرق الخاصة في المنطقة الخضراء. وسواها. إذن بالنسبة للمتظاهرين. خرجوا من جديد. ليقولوا أن العراق ما زال على نفس شاكلة العراق. الذي ألفوه منذ 2003 وحتى 2019. بين عام 2019 وعام الثورة. وحتى هذا اليوم لم يتحقق شيئا يذكر. حتى من المعيب أن يخرج أيضا الناطق الإعلامي. لرئيس ميسي الوزراء قبل يوم من هذا اليوم. في لقامة أحدى القنوات الفضائية. ليقول أمر السيد رئيس ميسي الوزراء. بتشكيل مجلس تحقيقي من قضاة محايدين أو مستقنين. للتحقيق في من قتل شهداء الثورة في عام 2019. ماذا كنت تفعل؟ وماذا كان يفعل القضاة؟ وماذا كانت تفعل وزارة الداخلية؟ وكل الجهات المعنية بالتحقيق. ومن المسؤول عن هذا التأخير بالتحقيق هنا باعتقادك دكتور فارس؟ هل الحكومة تتحمل بالدرجة الأولى مسؤولية هذا التأخير؟ أمام الشعب وأمام العالم. الحكومة هي المسؤولة الرسمية. لا نقول هي كل التفاصيل لديها. لكن هي المسؤولة رسميا. ومن يتحمل أو من يقبل بوزر رئاسة وزراء. في مثل هكذا ظروف. علي أن يكون بقدر حجم ومسؤولية هذا المنصب. لذلك أعتقد أن هناك مشاكل كبيرة. أنا لا أقول أن الكاظمي مقصر. لكنه ربما يواجه هوامير من السلطات ومن الأشخاص ومن الأحزاب ومن القوى الميليشيوية ومن التأثيرات تقليمية هائلة. لا يستطيع مواجاتها دفعة واحدة. وأنا من الذين يؤيدون بشدة أن الكاظمي يميل ميلا شديدا إلى فترة الانتخابات المقبلة. حتى يأخذ شرعيته من الشعب. وليس من التفويض الذي منح له من قبل الأحزاب السياسية. خلاصا من الأزمة التي حدثت بعد استقالة عادل عبد المهدي. ذو الفقار الشريفي ألا تخشون من أن عودة هذه الاحتجاجات ستواجه بالقتل والقوى الأمنية. وهذا التعامل على غرار ما جرى خلال العام الماضي. إلى أين ستصل باعتقادك هذه الاحتجاجات؟ إذا أخذت هذا المنهج منهج القتل ومنهج القمع. يقينا حكومة الكاظمي ستكون تلحق بالحكومة السابقة. وتأخذ طريقها نحو الإقالة. حتى ولو كانت هي انتقالية ربما لن تكمل مشوارها. والكاظمي يدرك ذلك تماما. وأيضا السلوطة تدرك ذلك بأنها تريد أن تتحاشى العنف مع المتظاهرين. حتى لا يخلق هذا الشرخ الكبير. أو لا يكون هناك تهديد مباشر على الحكومة أو مطالبات بإسقاطها. فبالتالي هذا ما يدركه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وأيضا السلطات. بالتالي ما ممكن أن تجابه هذه التظاهرات بهذه القمع. واليوم ما حدث صباحا. حصل هناك بعض التشنجات. ربما أحد الخطوات تحسب مستنسخة. كما حدث في حكومة عادل عبد المهدي. الحكومة المقالة. هي من ضمن الذي ساهم بفورة الشعب. هي التضييق على الشعب العراقي بوسائل التواصل الاجتماعي. كل التظاهرات اليوم. كل النشاطات العالمية المجتمعية اليوم. هي تدار عبر وسائل التواصل الاجتماعي. عبر التحشيد والاتفاق على الجداول المعينة ومناهج. أما اليوم السلطات أيضا ضيقت الخناق على المتظاهرين. في ساحة التحرير. وفي أيضا مقتربات المنطقة الخضراء. بالأنترنت. وكان هناك الانترنت بخدمة رديئة جدا. وهذا جزء من ماتخدته. لتجنب تكرار أخطاء الماضي. كان هناك انتقادات للاحتجاجات في العام الماضي. بغياب قيادة محددة للمحتجين. وبغياب مطالب واضحة ومتفق عليها. ما الذي تغير في احتجاجات هذه المرة. ليكون لها نتائج مثمرة أكثر مما سبق في الماضي. بداية سؤال ما فهمت جيدا. بس حضرتك تتحدثين عنه. أنه هناك انتقاد لعدم لغموض الأهداف بحركات الاتجاجية. انتقاد لعدم وجود مطالب متفق عليها من المحتجين. وغياب قيادة تقودها هؤلاء المحتجين وتمثلهم. أبدا. هذا الذي يتحدث هكذا. فعلا هناك هذه الانتقادات موجودة. لكن الذي يتحدث به هذه اللغة. وينتقد به هذا الشكل. هو يحاول أن يشتت الحركة الاحتجاجية. لأنه منتفع من السلطة. وبالتالي يريد أن يرمي إسقاطاته على الحركة الاحتجاجية. ويشوهها. ويقول أنها ليست لها هدف معين. ولا ترجو المصلحة العامة للبلاد. المطالب واضحة جدا. ولا يمكن لحد أن يتحضها. رفعت على أعلى المباني في ساحة التحرير والحبوب. وكل الساحات التي تظهر بها العراقيون في محافظة الوسط والجنوب. واضحة جدا. هي كانت محاسبة القتل. ناهيك عن هذا الأمر الذي أصبح ما بعد الاحتجاجات. هي جاءت بقانون عادل. انتخابات مبكرة. بإشراف أممي. مفوضية انتخابات نزيهة ومستقلة. يعني عدة مطالب. لا أذكرها كلها. يعني عشر مطالب واضحة جدا. يعني تتحدث بلسان جميع المتظاهرين. وحتى الشعب العراقي الذي هو يسند المتظاهرين. ولم يتظاهر. دكتور فارس. كيف سيتعامل الكاظبي مع هذه المظاهرات باعتقادك. بالمقارنة مع كيفية تعامل الحكومة العراقية السابقة معها. هل سيحاول قمع هذه المظاهرات على غرارها. أم باعتقادك سيتخذ منها نقطة قوة لدعمه في تحقيق الإصلاحات السياسية. التي يرغب بتحقيقها. وهو الذي شهد له بكونه أقدم بالفعل على عملية إصلاح سريعة في مختلف المجالات. وتغييرات في الشخصيات السياسية والأمنية المحيطة به. لتخدم وتحقق مطالب المتظاهرين. أعتقد السيد الكاظبي أذكى بكثير من أن يقوم بمواجهة هذه التظاهرات. في عام 2020 بالعنف. لأنه الرجل الحقيقة يعتبر هذه التظاهرات هي أحد أدوات قوته. ويستطيع أن يستخدمها بشكل ذكي جدا في إيقاف ربما المد الهائل للقوى الأخرى التي تناكفه. سواء داخل المجلس النواب أو داخل الكابينات التي ربما تشكل مصادر ضغط هائلة عليه. طيلة فترة استلام الحكم وحتى الانتخابات المقبلة. لذلك هو ربما وجهها بشكل حازم جدا القوات الأمنية. عبر وزير الداخلية وعبر جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية. وجه توجيها شديدا بعدم مواجهة المتظاهرين بأي وسيلة من وسائل العنف. سواء كانت الأسلحة النارية أو حتى أدوات مكافحة الشغب بشكل ربما دموي كما فعلت حكومة عادل عبد المهدي. لذلك هو سيحاول وبدأ من ليلة أمس من خطبته أو كلامه الموجه كانت إلى المتظاهرين. وسيستمر في التقرب من المتظاهرين. وبيان رغبته في أن يرتركز عليهم ويعتمدهم. هم طليعته في التغيير المقبل للعراق. لكن هذا الحقيقة قد يشوبه الكثير من الخطر. لأنه بقية القوى السياسية الموجودة ضمن العملية السياسية. ضمن النظام السياسي في العراق. تحاول أيضا أن تشتبك مع قوات المتظاهرين بحجة خروجهم عن خط الثورة المرسوم لها. وقد صرحت أكثر من شخصية في تيارات معلومة للشعب العراقي. بأنهم سيتولون تصفية من يخرج عن إطار التظاهرات التي تم الاتفاق عليها. وهم حقيقة ليسوا طرفا في هذه التظاهرات. وإنما هم دخلاء وهم الحقيقة يحاولون أن يركبون موجة الثورة من أجل تذويبها. ومن أجل مشاغلة الشعب العراقي باشتباكات جانبية. من أجل ترك الهدف الأساس. وهو عملية التغيير وعملية تبديل وتغيير النظام السياسي القائم. هذا الموضوع ليس موضوعا عراقيا بحث. أنا أؤكد من هنا أن المستشارة الألمانية عندما قابلت رئيس الوزراء الكاظمي في بردين في زيارة الأخيرة في الاتحاد الأوربي. قالت له ركزوا على الانتخابات المقبلة حتى تعيدوا ثقة الشعب العراقي بالنظام السياسي. هذا بالنص. إذن أوروبيون ودول كبرى تعتقد أن الشعب العراقي فقد ثقته بالنظام السياسي. والذي نصطلح على تسميته بعض الأحيان بشكل شامل بالعملية السياسية والصح والنظام السياسي. وهذا الحقيقة الموضوع ربما يزعج ويقلق السيد الكاظمي إلى الدرجة التي تجعله يستند ويدعم هذه التظاهرات. بالطرق التي لا يبدو فيها أيضا وكأنه يعادي النظام السياسي القائم في العراق. والذي ربما تشكله معظم الأحزاب السياسية. دكتور فارس ما هو المطلوب من المحتجين الآن من وجهة نظرك لتفادي أخطاء الماضي من جهة؟ وما هو المطلوب أيضا من حكومة الكاظمي للاستفادة من هذا الزخم الشعبي الذي خرج يطالب بالتغيير باعتقادك؟ مطلوب أولا كما تفضلتي في سؤالك السابق للأخ الفقار. وضوح الأهداف بشكل محدد وعدم كثرتها. كثرة الأهداف ربما تشتت تحقيقها. الأنصر الثاني هو السلمية المطلقة. وأؤكد على موضوع السلمية المطلقة. لأن الأطراف الأخرى كما ذكر تقريركم أو أبرز كلام لأحد القادة الأمنيين. وهو يقول لعناصره إذا واجهكم أحد فلا تنتظروا أوامر. واجهوه بالعنف قبل أن تريدكم أي أوامر. لذلك على المتظاهرين أن يلجأوا إلى السلمية المطلقة. وأن يقدموا نموذجا حضاريا للشعب العراقي من خلال هتافاتهم. ومن خلال مهرجاناتهم الفنية والأدبية في ساحات التظاهر. لكن المشكلة الحقيقة هي في التيارات الأخرى التي تحاول أو ستحاول الاشتباك مع المتظاهرين. وإخراجهم من طور السلمية. ولهذا هناك ضرورة ملحة جدا لبروز قيادات. حتى وإن كانت قيادات تكتيكية للتظاهرات. لا يشترط في القادة الحقيقيين لهذه التظاهرات أن يظهروا أو يظهروا أنفسهم. إذا كان هناك خوفا على حياتهم وهناك خوفا على حياتهم. لكن يجب أن تظهر قيادات تكتيكية مخولة من هذه القيادات. ومحترمة من المتظاهرين من أجل فق الاشتباك في حال حصول أي اشتباك. سواء كانت مع القوات الأمنية أو مع القوات الأخرى التي ارتأتي باسم ميليشيات معينة. لا أريد أن أذكرها. هناك الحقيقة ربما رغبة لدى السيد الكاظنبي أن تستمر هذه التظاهرات. حتى يصدر أوامرا لا يمكن أن يصدرها في حالة عدم وجود تظاهرات شعبية. تظاهرات ربما تدفع الكاظنبي إلى أن يحيل الكثير. كما ذكر ناطق الإعلامي للكاظنبي أن قتلت شامل هاشمي معلومون. ولا نريد إعلانهم حتى لا يهربوا. إذا هم معلومون عليكم أن تلقوا القبض عليهم بدلا يهربوا. هذا الموضوع سواه ربما يستند عليه الكاظنبي في تحقيق بعض الأهداف خلال فترة التظاهرات. دكتور فارس الخطاب المحلل السياسي من لندن. شكرا جزيلا لك. كما أشكر من بغداد والفقار شريفي الصحفي والناشط السياسي.